بعض الناس بتبقى خافة على ولادها في السن الصغير ده يقول لك زمان كان يقول لك ايه لو فلحت هتلعب كرة لو فلحت بقالها بيني المقولة دي طبعا زمان كانت موجودة كده فعلا هل انت أثرت على الأسرة بتاعتك وقلت لهم لا انا هبقى بين الدراسة وبين الكرة وانا اللي هبقى مسوعنا الجزئية دي بالذات اه طبعا انا فردت نفسي وبعدين الموهبة بفضل الله تعالى انتقلت بدري وسمحت بدري وقدرت ان انا اجي فضل الله تعالى وبقى موجود فص العمالقة في النادي الاهلي في النادي الاهلي وفي نفس الوقت انا خرجت من البلد احنا بنتكلم لسه وانت في البلد لسه اه ما انا بتكلم على الدراسة يعني بتكلم على الدراسة الدراسة انا كنت اخدت مؤهل متواصل في الدراسة لحد ما خرجت من البلد فكان عندي وقت ان انا لسه هروح الجيش عندي وقت لسه هروح الجيش وبعد الجيش هيبقى لسه لوظيفها تجيلي فكنت باستغل كل ده في الشوية وأنا فاضي بقى بقى بلعب وموجود لحد طبعا ما جيت وحسنت وخدت المؤال جامعة عالي جدا وذكرته واكتهت طيب هنبدأ انت بدأت عدت في الفاشن مركز شاب الفاشن كم سنة؟ 18 سنة 18 سنة 18 سنة 18 بالكتير 18 بس دول اللي عاشتهم في الفاشن في الفاشن مين اللي شافك في الفاشن أو انت لما عرفت ان النادي الاعلى هيلعب مباراة مع بني سويف بني سويف في العيد القوم لا بني سويف كان فيه بني سويف بس ها لما قالوك هنعم قدام النادي الاهلي انت كان حلم بتاعك كنت بتفكر في ايه هل قلت لا استعديت كويس ولا قلت لازم اقول للناس دي ان انا حق ان انا اروح هلعب في النادي الاهلي عالناس كتير جدا هل انت فكرت نفس التفكير ذا؟ اه طبعا هالفرصة دي اللي انا كنت متاظرها اه انه كنت جيت في مصر كان فيه حد مسؤول جابني في مصر عشان اختبر فازهيت من الاختبارات وكنت باجي من الفشن للمصر جيت النادي الاختبارات اه حوالي خمسة الاف واحد وستة الاف اه بس زهيت لان اولا يعني عشان اسفر من الفشن للمصر كانت صعبة جدا كانش عندي حد اعود كان بتاخد كم ساعة اهوان ساعتين ساعتين ونص ودلوقتي بتاخد كم دلوقتي الطور ده افضل واحسن طبعا الدنيا بيت احسن بكتير طبعا اه حقيقا طبعا اخب الجامعة ولي عن المتش الجامعة اللي كدعي عندي الاهلي اه فحضرتك الفريق الاول الفريق الاول اه انا كنت بقى في بنيسويف تلاتين كيلو من الفشن لبنيسويف نعم فاختروني اختاروا الربيع عسين يختاروا بعض من النجوم يدعموا بها الفريق فاختروني اه فلما جاء قبل المتش انا فاكر طبعا يعني احنا عاديين وفي الغداء والمحاضرة قالوا لي ده يومك عشان انت المفروض تبقى موجود في فريق تبقى موجود في فوق هما كانوا حاسين بالمستوىك هتبقى موجود في الحد واليوم ده سبحان الله يا كابتن فعلا وانا بكلفت عملت متش مين كبالة بعليك من النادي الاهلي وانجر ايه تقول لا 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 كان الشباب كان فيه حساب البدري موجود الكردي موجود اهرب وزيت موجود كان كابت عمر ابو المجد اه هو اللي بيدير المباراة تطعيم يعني مفرير اول للنشي والاستاذ كمال حافظ الله يا ارحمه كان هو اللي موجود كمال يا ارحمه ان كان جايب نفسه يعني اشاهد دعوة خاصة يعني واليوم ده بقى فتوحات يعني بتوفيه ربنا عملت متش متش كبير يعني بفضل الله عملت ايه قبل ليلة لما قلوك انت هادان عب قدام النادي الاهلي عملت ايه ليلة المباراة كالت ازاي ولا نمت ازاي ولا فكرت فيه ولا نمت كويس ولا ما نمت شوال الكلام ده ايه طبعا ببقى اله طبعا وازاي وان شاء الله وربنا يوفقني وبفكر دايما وازاي وهاجم ازاي وهدفع ازاي طب وقال فتر الانظر ازاي ويا رب لا حاجات كتيرة جدا ليلة الاهلي ده الحسابات كتيرة والنوم طبعا ما بقاش مضبوط يعني بقى بقلان جدا هل اسم النادي الاهلي يخذ يا ربي طبعا اسم النادي الاهلي ده كبير طبعا اسم النادي الاهلي ده في الصعيدة كنت مصطف عندنا ده الصعيد مش نروحنا وشوفنا تشفاك لما كنا روحنا من يا حضرتك ونرعب ونرجع الطريق رايح جاي الناس وقفة الناس بتحب النادي الاهلي لانه كانوا اسم كبير وحايا ونادي الاهلي ممتع للناس بطولات فضل الله تعالى وكورة حاصل ركيات اخلاقيات مبادئ احترام ده مدرسة كبيرة مؤسسة مظبوط طيب كابت الربيع وإحنا بنتكلم كده قبل مطروح النادي الاهلي تلعبت المباراة والكلام ده بس وجتي لنا الاختبارات ولم توافق أو انت زيقت بمعنى صح حولت مش عاوز خلال شرايح تاني المشوار والكلام ده كله